عندما قررت أمريكا التفاوض مع الثوار البيتناميين طلبت منهم أن يرسلوا وفدا يمثلهم في باريس للتباحث حول وقف الحرب بعد أن كبد البيتناميون أمريكا خسائر كبيرة وفعلا أرسل الثوار وفدا مكونا من أربعة أشخاص امرأتان ورجلان وكانت المخابرات الأمريكية قد جهزت لهذا الوفد إقامة بأرقى فنادق باريس وجهزت لهم كل أسباب الراحة والمتعة وكل ما لذ وطعب وعندما وصل الوفد البيتنامي ونزل إلى المطار كانت هناك سيارات تنتظر الوفد لتقله إلى مكان إقامته ولكن الوفد رفض ركوب السيارات وطلب مغادرة المطار بطريقته وأنه سيحضر الاجتماع في الوقت المحدد واستغرب الوفد الأمريكي من ذلك وسأل رئيس الوفد أين ستقيمون فأجابوا سنقيم عند طالب فيتنامي في أحد ضواحي باريس فتعجب الأمريكي وقال لهم لقد جهزنا لكم إقامة مريحة في فندق فخم فأجاب البيتناميون نحن كنا نقاتلكم ونقيم في الجبال وننام على الصخور ونأكل الحشائش فلو تغيرت علينا طبيعتنا نخاف أن تتغير معها ضمائرنا فدعونا وشأننا وفعلا ذهب الوفد وأقام في منزل الطالب البيتنامي ليقوم بعدها بمباحثات أدت لجلاء المحتل الأمريكي عن كل بيتنام وحين التقى الوفدان على أرض المطار بادر الأمريكي لمصافحة الوفد البيتنامي لكنهم رفضوا وقال كبيرهم لازلنا أعداء ولم يخولنا شعبنا مصافحتكم ومن يبيع ضميره يبيع وطنه رباط استقافنا الجماعة مو بس صافة حول المحتل بوسات وحضنات وهدايا وعزايم وهم دلوا المحتل على الطريق وكانت الفنادق تشهد من كانوا يلتقون بالمحتل لأن اللي يبيع ضميره يبيع وطنه ترجمة نانسي قنقر